موسيقى قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هاي لسرور أن حكومة الدكتور عبدالله نصور جددت التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه الأزمة السورية وأضف سرور أن رئيس الوزراء عبدالله نصور أكد أن الأردن لن تكون أراضيه منطلقا لأي عمل عسكري تجاه سوريا وأنه لن يكون بوابة لأي عمل عسكري ضد سوريا وكان مجلس النواب عقد مع رئيس الوزراء جلسة خصصة لبحث تأثيرات الأزمة السورية على الأردن وقد أحيطت الجلسة بالسرية ومنعت كافة وسائل الإعلام من حضور الاجتماع بتوافق بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب على رفض توجيه ضربة عسكرية غربية للنظام السوري ورفض أي قرار يسمح بأن تكون أرض أو سماء الأردن منطلقا لأي عمل عسكري محتمل ضد الدولة السورية هذا ما خلص إليه اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس النواب برئيس الوزراء الدكتور عبداللنسور ووزرائه والذي خصص لتدارس الأزمة السورية فيما يتعلق في التدخل العسكري نحن لن تكون أراضي الأردن ولا مياه ولا أجواء أو معبر أو ممر لأي تدخل عسكري بمعنى الأردن لن تشارك ولن تسهل كويس؟ أي تدخل عسكري في الأراضي السورية نحن في المقابل حريصين جدا على حماية أمننا وحدودنا وسلامة مواطنين ولدينا من المؤسسات القادرة إن كان مؤسسات إدارية أو مؤسسات أمنية أو مؤسسات عسكرية نثق بها على حماية أمن الأردن وسلامة الأردن رئيس الوزراء الذي غادر بعد انتهاء الاجتماع مباشرة حاول إقناع النواب بأن الحكومة أخذت كافة احتياطاتها اللازمة في حال قرر الغرب توجيه الضربة العسكرية لسوريا استطيع أن أؤكد أن لدينا القوات المسلحة نحن لا نبني قوات مسلحة جديدة نحن قوات المسلحة هذه لها تاريخ حريق مبنية وبالتالي كان باستمرار هي جاهزيتها للا قدر الله لو حصل أي اعتداء على الأردن أو خرق لسلامة أراضي الأردن هذه القوات المسلحة في أي زمان وفي أي مكان هي جازم ومهمتها الرئيسية ربيت على حماية الأراضي الأردنية نحن لا نرى بما يلوح بالأفق لا قدر الله أن هناك اعتداء سيحصل على أراضي الأردن لكن الناس والدول الواعية تحتاط لأسوأ الاحتمالات في منطقة ساخنة فقط ليس هناك أي تهديد للأردن ولا لحدود الأردن ولا لأراضي الأردن لكن فقط هي تحوطات لما هو ممكن أن يحصل دون وضوح لأنه الآن نحن مهددين به الاجتماع الذي خصص للتباحث في تداعيات الأزمة السورية على دول المنطقة جاء بالتزامن مع اجتماع الكونغرس الأمريكي لبحث مسألة منح أو عدم منح الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفويضا لشن هجوم عسكري على النظام السوري فلأكثر من أربع ساعات امتدت جلسة الحكومة مع النواب بغية الخروج بحل توافقي يظهر الموقف الرسمي للأردن حيال الضربة العسكرية التي يلوح بها أوباما منذ أسابيع إلا أن الجلسة التي عقدت بعيدا عن أعين الإعلام لم تخل من النقاشات الحادة بين النواب من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى ما دفع بعض النواب لمغادرة الجلسة احتجاجا على ما وصفوه بضبابية الموقف الأردني إزاء الضربة العسكرية المحتملة على سوريا الأردن بلد ضعيف الأردن عندها شح في الماء الأردن عندها تطلب مساعدات ولكن عندنا 375 كم على الحدود السورية قوتنا في هذه الحدود إذا حمينا هذه الحدود ما ممكن حدا يدخل على سوريا للأسف لغاية الآن كل التصريحات مغمغة عبدالله نسور بيجي بيحكي بأنه إحنا الجيش مستعد الجيش والله عشان يحمي المواطن الأردني مستعد إنت هيئة الجيش الأردني لما صار في ضرب كيماوي في سوريا أما لما إسرائيل ضربت بلاوي ما بين كيماوي ما بين فسفوري في غزة ما صار في تجهيز للجيش الأردني شو السبب شو الحكمة نحن أيضا كان في هناك حديث كثير حول يعني لمصلحة من هذه الضربة وتخدم من وبالتالي كان كثير من زملاء النواب يتحدثوا أن هذه الضربة من أجل تفتيت وحدة الأراضي السورية وتفتيت الشعب السوري وليس فقط لإسقاط النظام تلك الحدة في المواقف من الجانب النيابي جعلت المشهد برمته يبدو على عكس التوافق الذي وصفه رئيس مجلس النواب سعد هايل سرور ففي حين يرى البعض أن الموقف الرسمي الأردني لم يكن سوى رسالة واضحة للنظام السوري مفادها أن الموقف الأردني الرسمي ما زال يأخذ موقف الحياد ويرى فيها البعض رسالة أخرى لطمأنة الشارع الأردني وللتأكيد على أن الدولة الأردنية لن تكون طرفا في النزاع السوري راعد بن طريف قناة رؤية